عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن مراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان وقد شهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التي يجرى التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة وخلال الاجتماع تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المقترحة وقيد الدراسة للوزراء والمزمع إحالتها إلى مجلس النواب وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر